اشتركوا في القناة ما تعترف بأن هذا هو الشعب وهذا ما يريده عليه وعنده رغبة أنه يتحمل وامراهن على هذه القوة حتى ولو كانت أقلية طالما اختروها بتشوف ده إزاي هل هو أنا آسف في التعبير بس هل هو استبداد بالرؤية فلا حتى لو طلعت كده إحنا رفضين لا إحنا ما فيش حد أكبر من هذا الشعب يعني ربنا وشعبنا لا نملك إلا أن نحترم رأي الشعب وننصاله اللي الشعب هيقوله وإحنا بنعتقد أن اللي بنعمله ده الواجه الله وعشان مصلحة الناس لكن إذا الناس لقى رأي تاني هي حر لو الناس عاوزة الغالة والناس أكيد عمرها ما تعوزة الغالة لكن يمكن أن تضلل فتقبله لكن أنا بحب صادقا أن أنبه الطريق اللي ماشى فيه مصر مش هو طريق صح طريق مصر مش الشقاق الوفاق والوفاق لا يتم بإملاء إرادة من أي طرف على الآخرين واللي وجهناه في المرحلة اللي فاتت إرادة منفردة من قبل الرئيس ما بتقولش أنه رئيس كل المصريين بتقوله أنه رئيس من جماعة الإخوان المسلمين وهو ملتزم بجماعته أكتر من التزامه بشعبه ويسمع الكلام الذين تربى معهم هم أصحاب فضل عليه وإحنا عايزون يفضل فاكرة هذا الفضل لكن بيسمع كلامهم على حساب باقي المصريين نعم وفي الخيار ما بين تريد جماعة أم مجتمع واضح أنه يريد الجماعة تريد تنظيمك أم تريد مصر لا أنا إخلاصي لتنظيمي أكتر من إخلاصي لوطني دي مسألة معقدة وإحنا نصحنا الرئيس مرسي مباشرة تقريبا أو على الأقل أنا قلت له الكلام ده عندما انتقيت بيه ووجه لك الدعوة وقابلتها ودهت إليه إلى قصر أسف آه وأنا بفكر بس أنه هو مواجه للدعوة وقابلتها وروح تقابلته في مواد ده وعلاقة طيبة على المستوى الإنساني جدا وقلت له اللي خلصني قدام رجل ولم يوجه إليك أي عتاب أنت عايز سقطني عايز تشيل والكلام ده حكاية عايز سقطني دي بضعة جديدة طالعوا فيها لي وين دول بس ما كانوش بيقولوها قبل كده يعني ودي ممكن يعني لنا قلنا له سيادة الرئيس ربنا يوفقك واللي ممكن يحقق مصالح للناس قلت ساعتها ما أعتقد أنه هو لو أنا موجود في مكان وفرضا ربنا يعافينا من هذه السلطة وبنزيل المسئولية تماما يا رب كان ممكن أعمله فأحب لأخيك ما تحب لنفسك اللي كنت أحب لنفس إن أنا أقوله أعمله لو أنا في إيدي يا زي السلطة قلت هوله عشان يعمله ما أخدش بحاجة من اللي سمعه ولا مني ولا مني وطلع علينا بحكاية الإعلان الدستوري اللي إحنا سميناه عن حق إنه إعلان استبدأدي نعم وإحنا قاومناه لحد ما هو أسقطه شكلاً وأبقاه مضموناً ولما أسقطه شكلاً وأبقاه مضموناً فرض علينا دستور بدون توافق عشان نستفتع عليه وطلعت النتيجة يوم السبت اللي فات وقدامنا كمان سبت جاي إن الدستور دا بيقسم مصر ومش محل اتفاق لا التلت تربع معاه كما يقول نادي البعض ولا التلتين معاه حتى الآن جايز في الجولة الجاية وما عاوزين يطلعوه يعني مهمتهم يوم السبت لكن مش هعرفهم ليه لأن إزا إحنا شفنا اللي حصل السبت اللي فات هنكتشف إن اللعب اللي تم بالذات من زاوية إنه ما كانش فيه إشراف قضائي كامل واللجان المهجورة في الأماكن البعيدة أنا بقول إن ما حدث من تزوير ناعم حتى لو لم يكن هناك دليل ممسوك مادي عليه أعتقد إنه ما عندوش فرصة إنه يمارس نفس الدور في الجولة القادمة وإحنا مبارح رحنا وفد محترم بيمثل جابة الإنقاذ طلب حاجة محددة جدا ناعم طلب إيه طلب إن الشعب المصري كله وإحنا كجابة إنقاذ ناخد نسخة الشعب المصري يتنشر له أسماء القضاة اللي بيشرفه ناعم بحيث نبقى عارفين إن عددهم واسقنوا عدد كاف ودخل اللجنة دي في عارف اللي جوه اسمه محمد فتاح الكلام ده يتنشر ناعم يحطوه على موقع يدهونا وإحنا ننشره ناعم ونبقى عارفين القاضي ده بينتني لأي هيئة من هيئات القضاة المؤكرة ناعم قضاة دولة مجلس دولة قضاة معاني وكلهم محل تقدير عشان ما نخشش في أي تأسيمات جواه كلهم محل تقديرنا جاين كقضاء ويقول لنا هيشرف على كام سندوق عشان نبقى واسقين إن الإشراف القضائي الكامل بيتحقق إن السنديدي قدام عين القاضي وهو قاعد سنكنوا سندوقين ولا ثلاثة ولا أربعة ناعم عشان ما نتفجعش بينهم أكتر من كده ده أول طالب تاني طالب قلنا لهم طب ما تيجوا يا أخوانا يعني احنا مش عابزين انتخابات نحتكم لرأي الشعب في انتخاباتنا زيها طيب خلي كل لاجنة يبقى فيها مندوبين اتنين حسب ما القانون بيقول خدوا مندوب يمثل اللي مع نعم وخدوا مندوب يمثل اللي مع لا مش ده يتمن كل المصريين إن الانتخابات دي نزيها حتى ما تطلع 56 دي ويبقى أنا بقول مش منطقة اسكندرية اسكندرية بكل عظمتها ووهاجها وأداءها الرائع ده يبقى نعم أكتر من لا طب عشان أنا ما قلش هذا الكلام بيني وبين نفسي حتى لو مش قادر يبرا عليه مش قادر يزبطه حطونا مندوب حزب الحرية والعدالة تفضل مشكورا ويحدد مندوب ويخلوا أي حزب تاني مع علاقة في مصر أو جابة الإنقاذ تحدد مندوب إحنا طلبنا هذا الكلام بالأمس وقلنا لهم إحنا منتظرين رد النهاردة والنهاردة حد ما نقاعد مع حضرتك لم ترد علينا اللجنة العليا اللجنة العليا المشرفة على الاستفتاء هو مش من حق المصريين يتمنون اللي قاعد على السندوق القادي فعلا ما رأيك أن لدي معلومات من مصادر محددة بأسامي موظفين في المحاكم نعم موظفين إداريين طلب منهم أنهم يروحوا يشرفوا يوم السبت القادم على الانتخابات باعتبارهم قضاء ويطلع لهم كالنهاتة لي يعني أنا بقولك المعلومة لا ناسق منها إيه بقى هيتم في بقية هذه العملية يا أخوانا احنا هنقبل رأي شعبنا لأن شعبنا أعظم وأكبر وهو صاحب الكلمة لجابة الإنقاذ ولا جماعة الإخوان يعني مش في كل الحالات لكن عاوزين أن هترفضوا نعم لا لأن الدكتور براد أي قال إن خطة لو طلعت نعم إحنا رفضين نعم وسنحاول سنصر على إسقاط عشان أوضح النقطة أي نتيجة لانتخابات نزيها نحن نحترمها دي قاعدة لن نخرج عليها أبدا أما احنا بنقول إن الانتخابات مطعون في نزاهتها ده اللي بيخلينا مش قادرين يعني منذ واك هي متزورة قدامك الراجل ده مش قاعدة إسكرتير محكامة ده موظف إداري إسكندريا دي ما تجبش النتجة دي بالعقل طلعت إزاي مثلا يعني إيه بقى اللي يحسم هذه الأقوال كلها إعلني أسامي القضاء عشان أبقى تطمنت واسمح لي بممثل موجود واسمح لي بإن عندي مندوب بيقو مع نعم ومندوب مع فضل الحرية والعدالة يجيبه تم المجلس القومي لحقول إنسان قال كل اللي قدمونا الدنا لهم صح طالع فيهم كتير حرية وعدالة بس طب مقدمتوش لي أنا دلوقتي مش هتكلم عن اللي معاه تصريح إن يدخل اللجنة يبص ويخرج أنا عاوز من الدوء لا ده بيعوده قاعد وحاضر واسمه مدون وبيوقع لا لا حق المتابعة زي ما بقى كده في انتخابات بدخل مندوب المندوب بتاعك أنا محتاجة هذا الأمر طيب الكلام ده معناه يا صغيري معناه إن إحنا في جابة الإنقاذ لأن تعالى على شعبنا أبدا إحنا مش فوق هذا الشعب إحنا فوق أي حد إلا الشعب وما فيش حد يلزمنا إلا ربنا سبحانه وتعالى وشعبنا القائد المعلم كما أوقت غير كده فيه آراء وفيه اكتهادات لكن الإلزام واضح لكن عشان تلزمني باستفتاء أو بانتخابات خليني مطمئن أنا وإنت نعم إن هذه الانتخابات نازية بالفعل ما فيهاش تزوير طيب طلعت الانتخابات قالت نعم للدستور بأي نسب نعم بواحد وخمسين في المية بقى دستور على المستوى القانوني نعم حتى من خمسين واحد من عشر بقى دستور آه هنقول الشعب قال ده وده دستور هو الدستور ده مش من حقي إننا ننظر من أجل تعديله وتغييره نعم ده اللي يقصده هذا هو المعنى البردعي وتقصده جابة الإنقاذ أن هذا الدستور انطوى على إخلال بحقوق الفقرة في العدالة الاجتماعية وإهدار للحريات واعتقى صراحيات زائدة مغالة فيها للرئيس تستوجب تعديله دي هننظر من أجل تعديلها في كل الأحوال لكن مش هنطلع نقول ده دستور زائف وإحنا ضده فيه فرق مش هنطلع مظاهرات ولا مليونيات لا سواء أنا دلوقتي ما باخدش قرار في المظاهرة ولا في المليونية نعم الشباب بياخدوا قرارات المظاهرات والمليونية يعني مش أنتوا اللي وراء المظاهرات للخروج والدعوة للتحادية ويلا نطلع بمسيرات وحننزل مدان التحرير وحنوقف قدام الاتحادية نحصرها إلا مش إجابة الإنقاذ إلا مش بالزبط إجابة الإنقاذ دي عبارة عن واجهة سياسية لحركة شعبية نعم مرتبطة بيها ومتفعلة معها فيه احترام متبادل بس ما فيش تطابق أما يجعل مظاهرة الأسامة اللي انت بتقعد تتكلم معها وتصدفها دي ما بتقعدش تقرر مظاهرة اللي بيقرر ده فعليا ناس أكثر منا حضورا في الشارع ومعرفة بالناس وجسارة وتضحية هما اللي بيقرروا هذا الأمر وإحنا بنحترم قرارهم الميداني احنا بنقولش لحد رؤى عند الاتحادية أو عند التحرير ليس من بين المهام اللي بتمارسها قيادة سياسية واسعة عاملة واجهة مصرية الحقيقة عبنة شيء جديد في مصر في الأيام الأخيرة إنها تأخذ قرار ميداني احنا بنترمس نبض الناس اللي في الشارع وناخد قرار سياسي يسندهم زي ما هما بيسندوا موقفنا السياسي بقوتهم اللي موجودة على الأرض لكن في الآخر الشباب والكبار القيادة الميدانية والوجهة السياسية في جابة الإنقاذ لقى هدف محدد احنا عوزين بلد ديمقراطي وبنصيغ مطلب اسقاط الإعلان الدستوري ده متفق عليه ضد الاستفتاء في ما لم يكن الدستور محل توافق ده متفق عليه أساليب التعبير بقى بتتفاوت بدل انت شايف ما كل المظاهرات في الشارع بتقول الشعب يريد اسقاط النظام نعم وبطرع ان محمد مرسي جرده من شرعيته تماما انت قلت تعبير زي ده قلت فقط شرعيته الأخلاقية لا انا ميزت انا قلت ان ما حصلش ان قيادة جابة الإنقاذ اتكلمت عن سقوط شرعية مرسي ما حصلش رغم ان الشارع اللي احنا مرتبطين به ومعاولين عليه قال هذا كلام في المظاهرات انا قلت ان فيه فرق ما بين المشروعية القانونية ومرسي وضعه القانوني يحتفظ بمشروعيته حتى الآن وما بين الشرعية الأخلاقية الشرعية الأخلاقية الشرعية قيم فيه شرعية تستمدها من قيم أخلاقية شرعية اجتماعية شرعية معنوية وسياسية تستمدها على قدر رضى الناس عنك على قدر توافقك مع مصالح مصر على قدر ما تستطيع ان تجمع المصريين تفقدها امتى على قدر ما يبقى ما تراه انت كفرد رئيس مناقض لقطاعات واسعة من شعبك لو كنت بتفرق الشعب المصري ما بتوحدوش أنا رأيي ان الدكتور محمد مرسي بإعلانه عن انه يقيد القضاء ويضرب في مقتل مفهوم دولة القانون بالإعلان الدستوري وتحصين قراراته ثم باقي ما فعله من قرارات مارس نوع من العدوان على نفسه لانه بدأ يجرف في شرعيته أما أصار على طرح الاستفتة وهو عارف انه الدستور ليس محل توافق متناقداً مع نفسه هو شخصياً نعم بيفقد شرعيته الأخلاقية حتى عندنا شخصية يعني زي بقى أنا قاعد معاك وانت رئيس جمهورية واسمع منك ان انت هتعمل واحد اتنين تلاتة اربعة لا مش هطلح أبداً دستور اللي هو محل توافق ولا اكترحته ده معناه ايه؟ ان انت بالنسبة لي مصدقيتك بتقل نعم قدرت انه أنا سدقك بتعتقد ايه السبب؟ يعني ده سؤال بيتطرح كتير الرئيس بيقول الرئيس صرح الرئيس قعد ثم انه فجأ بقرارات أخرى هو فيه أسباب كتير بتتلال لكن أنا مش عاوز أتدخل في الضمير ولا أتكلم عن النوعي أنا بتكلم كمواطن مصري عن الأفعال وعد الرئيس وأخلف نعم وعد وأخلف مراراً وتكراراً يعني في موضوع الدستور اللي بنستهف تعليده وعد بإعادة تشكيل الجمعية التأسيسية وأخلف وعد أنه لن يطرح دستوراً للاستفتاء على الشعب المصري قبل أن يكون هذا الدستور محل توافق وأخلف وعد بأن يصون الدم المصري وأخلف وأريقة الدماء في محيط قصر الرئاسي أمام الاتحادية سقط شهداء اللي هذه في انقبط الصحفيين كان عزة الحسيني أبو ظيف الله يرحم در شهدائنا طيب من الذي أراق دم هؤلاء الشهداء الجدد ومن بينهم الحسيني ديت مش أريقة تحت المسئولية السياسية لرئيس الجمهورية محمد مرسي مش كان أولى به أن يحقن الدم المصري مش كان أولى به أن يعبد الطريق لهذا الشعب السؤال بيطرح عكسي بالمناسبة كمان هما بيترحوا السؤال بشكل عكسي هما يطرحوا بشكل عكسي أنا بيترحوا بشكل صح هما يطرحوا بشكل عكسي نعم مخالف لحقيقة الرئيس في مصر بغض النظر مكتوب له إيه في الدستور هو أقوى رجل في مصر وهو أقوى رجل في مصر باللي مصر تتهوله تقليديا من قيمة وبما كتب في الدستير المتعقبة من صلاحيات لكن أم توأهم من صلاحياته نعم لأنها سبع تلاف سنة دولة مركزية نهرية رئيسها كان نصف إله في أيام الفرعنة وفضل اللي بيقعد على الكرسي الرئيس في مصر ده لأن ده كرسي رمسيس وتحتمس محمد علي وجمال عبد الناصر ده رئيس مصر رئيس مصر لا حاجة كبيرة قوي بيفضل نصف إله وأول واجباته عشان يليق بمقامه أن يواحد المصريين ما أقوله الآن يا أستاذ خيري بمناسبة الدستور وما قبله وما بعده الرئيس يفرق المصريين الرئيس محمد مرسي يفرق المصريين في وقت كان ينبغي أن يوحدهم يضع الشقوق والفجوات ويوسعها ما بين المختلفين في الرأي في مصر أكتر ما يحط الحلول اللي توحدهم وتجسر هذه ده هدف لا سوء إدارة ده سوء إدارة لأنه مش ممكن يكون هدف نعم لأن الحقيقة ده ضده هو نفسه هو أول الخاسرين محمد مرسي أكتر حد بيقصر في مصر النهاردة هو الدكتور محمد مرسي ولازلنا بنقوله الدكتور محمد أنت في ظننا ما كانش مفروض تعرض لا مصر لهذه الخسارة ولا تعرض نفسك لهذه الخسارة وكل ما بنتكلم لا والله ولا في أي مرة خير بعد ما بنبين بوضوح رأينا بنتمنى على الله أن الدكتور محمد مرسي يعود إلى الصواب يا رب هل يمكن للدكتور محمد مرسي أن يصدق تلك النصائح الصادقة ممن يسمع ويصل إليه أنهم كانوا بيخططوا علشان يخطفوه نلتقي بعد الفصل